اشتركوا في القناة الليلة ان شاء الله تقسي يكون مغيم جسئيا الرياح تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط من القطاع الشرقي في الجنوب البحر يكون قليل الثراب فمثارب في الشمال والوسط يكون متموش في الجنوب درجات الحرارة لا ينتقوم بتراحة بين 3 و 8 درجات في المرتفعات بين 8 و 12 درجة في باقي الجهية غدوة ان شاء الله والمتوقع تقسي يكون مغيم جسئيا الرياح تتواصل ضعيفة في معتدل داخل مهاتق الميلاد قوية نسبيا قرب السويحة لدرجات الحرارة في ارتفاع التفيف نشوفوها مع بعضنا 16 درجة في قليبيا ونابل 17 في تونس و بنزرد في باجا وفي جنوبا أيضا 17 درجة 16 درجة في تبرقة أقل شوية في الكاف 15 درجة تالى 11 سليانة وزغوان 16 درجة في المدن الساحلية غدوة من المتوقع في سوسا والمونستير 16 درجة أقل بدرجة في المهدايا 15-16 في سفاق السوء قرقنا أعلى شوية في الوسط في القيروين 18 درجة قاسرين 13 سيدي بوزيد وقفصة 16 درجة قابس تكون في حدود 17 درجة غدوة ساجلو 18 درجة في توزر و 19 درجة في كبلي وفي مناطق الجنوب شرقي جزيرة جربا تكون في حدود 17 درجة و 18 في كل من مدنين تطوين و أرمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري يوم الغد في سواحلنا الشمالية والشرقية الريح بشتكم من القطاع الجنوبي الشرقي سرعتها في سيرات وخاليج تونس بين 15 والعشرين عقدة والبحر يكون متموش سرعتها في خاليج الحمامات بين 10 والعشرين عقدة تصل إلى 25 عقدة والبحر يكون متموش سرعتها في منطقة الشابة بين 15 والعشرين عقدة والبحر يكون قريل الثراب فمثرب وسرعتها في خاليج جابس بين 10 والعشرين عقدة والبحر أيضا يكون متموش درجة الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية غدوة 31 درجة في نكشات 15 في الدار البيضاء 16 معسمة صافية في الجزائر 17 في ترابلس حرارة نصبيا عالية في الغرطوم 29 درجة 18 في القهرة في البقاء المقدسة متوقعة 21 درجة في المدينة مناورة 27 في مكة المكرمة 24 في مصد 22 في أبوظبي أقلب درجة في الدوحة 23 درجة سمئة صافية في الكويت بغداد 17 درجة دمشق 13 بيروت 14 أمطار في القدس الشاري في 9 درجات إسطنبول 12 درجة أبعد شوية في أوروبا 9 في فيانا 16 في روما 13 في برلين وامستردام 14 في بريكسل 11 في لندن 14 في باريز 12 في جناف 14 في مرسيليا وفي شبل جزيرة إبيرايا 15 في مدريد و13 في الأشبونات تطورات الجوية للأيام القليلة القادمة يوم الثلاثة تقس بش يكون مغيم جسئيا في أغلب الجهات الرياح بش تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط من القطاع الشرقي في الجنوب البحر يكون متموش في كافة المجالات ودرجة الحرارة متراحة بين 15 و19 درجة عموما وتكون في حدود 12 درجة في المرتفعات يوم الأربعة إن شاء الله من المتوقع الصحب عبرها تتكثف تدريجيا وتكون مصحوبة بأمتار محلية في أغلب الجهات الريح بش تكون من القطاع الشرقي بش تكون قوية في المناطق الجنوبية وتكون مثيرة للرمال والأتربة أيضا إمكانية ظهور دوائر رملية محلية بش تكون الريح ضعيفة فمعتدلة في بقي الجهات أما البحر بش يكون متموش في الشمال والوسط بش يكون مصطرب في شديد الاثراب في الجنوب ودرجات الحرارة في انخفاض طفيف أوقات الشروق والغروب اليوم الغد غضوة الشروق يكون على الساعة السابعة وأربعة دقاق والغروب يكون على الساعة السادسة وثلاثة دقاق لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمو تصلوا بنا على رقم موزع صوت 88-40 أربعة صفار تخلي أرسال القصيرة على 85-185 والذي تزورونا على موقع الواب تخدوا بلو في بوان ميتيو بانتي أن نفعه بأوقات الصلاة غضوة الصبح يكون على الساعة الخامسة وثمانة وثلاثين دقيقة ظهر منتصف النهار وعربعين دقيقة العصر المثلاثة وستة وثلاثين دقيقة المغرب على الساعة السادسة وخمس دقاق والعشاء على الساعة السابعة والنصف أعزائي المشاهدين شكرا وحسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة